سيقول السفهاء من الناس ما غلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صحاط مستطيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليغيع إيمانكم إن الله من الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترها فغل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين قنطوا الكتاب ليعلمنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب في كل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل مجهة هو أوليها فاستبقوا الخيران أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ونزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياهم ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفط والسمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت وإذا بعتمر فلا جناح عليه أن يطرف بهما ومن تطرع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يطمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعن الله ويلعنه اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيناه فأولئك أتوب عليهم وأنا التغواب الرحيم إن الذين كفروا وما تورهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينورون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في الفحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتقل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشبز حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تقرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس ويأكلوا مما في الأرض حلالا قيما ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأجركم بالسوء بل فحشائب أن تقولوا وعلى الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يمتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يمعك بما لا يصمع إلا دعاء ونداء صم بقم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تغدم ولحم الفنزير وما أهل به لغير الله فمن اغرر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشخصون به ثمنا خليلا أولئك ما يعقلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسأكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الولالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبحهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر